من الأزمة السودانية اللي هي بالتأكيد تؤرق الزهن العربي تؤرق المواطن العربي زي ما هي بتؤرق السياسيين المواطن العربي بالتأكيد كله قلبه مع السودان لكن في نفس الوقت بتلاقي ان هناك أمور مشرقة زي انه رفع التجميد عن سوريا في الجامعة العربية وزراء الخارجية العرب تبنوا قرار برفع التجميد المفروض على عضوية سوريا في الجامعة العربية واللي كان حاصل من سنة 2011 جدير بالذكر انه مصر كانت أول وأبرز الداعمين لهذه الفكرة انه الحل دائما حلا سياسيا احتواء ما يحدث في سوريا احتواء الأمر برمته عدم اقصاء سوريا بأي حل من الأحوال لانه الحل سياسي الحل مش عسكري بل انه الحلول العسكرية دائما ما تدفع إلى تدخلات أجنبية وإخليمية داخل الأراضي السورية أو العربية بشكل عام لقدر الله ان حدثت أي أزمة دي المقاربة وده التوجه وده الأساس اللي بتتحرك عليه السياسة الخارجية المصرية بل وتتحرك عليه الدولة المصرية كلها خلينا نخد معنا على التليفون دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات السياسية الدولية أهلا 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 يا دكتور تعيد بسمع صوتك يا يسر أنا أكتر ستدوني كل سنة وصوتك وأسرة البرنامج بألف خير وحضرتك بخير اللهم آمين دكتور حامد كيف ترى هذا القرار الأخير من وزراء الخارجية العرب بعودة سوريا مرة تانية إلى حاضنة الجامعة العربية طبعا هو قرار تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى لأنه أتى بعد مجهود ودبلوماسية كبيرة شاركت فيها كل الدول العربية من أجل انفتاح على الدولة السورية خاصة أن كل المؤشرات كانت بتؤكد على أن سوريا في طريقها للجامعة العربية وبأن ذلك أصبح أمرا واقعا في ظل أن تجميد عضوية سوريا كان خطأ استراتيجي يعني وقعت في أغلبية الدول العربية وبالتالي كان لابد من تصحيح هذا الخطأ وعودة سوريا مرة أخرى في ظل أن أصبح وعي وإدراق الدول العربية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية أصبح أمرا واقعا خاصة أن استبعادها وإستبعادها لن يأتي بجديد لن يحقق الهدف المراض منه وهو حل الأزمة السورية المتعاقبة في ظل أن الدولة المصرية دائما وأبدا ومن خلال ثوابتها في سياساتها الخارجية تعتمد دائما على سياسة متزنة سياسة رشيدة سياسة حكيمة قائمة على إيجاد حلول داخلية للأزمات العربية وده اللي شهدناه في ثلاث مواقف متتالية سواء في الأزمة الليبية من خلال مبادرة القاهرة التي تم الإعلان عنها في 6-26-20 والتي أكدت الدولة المصرية من خلالها وفي أولى بندها على أنه لابد من إيجاد حل سياسة ليبي ليبي ثم بعد ذلك الأزمة السورية وتأكيد مصر دائما على أنه لابد أن يكون هناك حلا سياسيا بعيدا عن الحل العسكري وأيضا الأزمة السودانية وتأكيد مصر أنها ترفض تماما تدول القضية وتسعى دائما وأبدا إلى إيجاد حل سوداني سوداني بما يتوافق مع الرغبة المصرية الدائمة لحل حالة الكثير من القضايا العربية وفي نقطة مهمة جدا يا سيد يوسف لابد أن أشير لحضرتك عليها جدا وهي أن لأول مرة نجد أن الحلول العربية تنبع من الداخل العربي بعيدا عن أي تدويل بعيدا عن أي تنصيق مع القوى القبرى وأصبح هناك قوى عربية قادرة على تحمل هموم الأمة العربية وقادرة على انتشال شعوب تقطت فيما أطلق عليه أو المزمع الربيع العربي الذي لم يحقق إلا الخراب والضمار وأدى إلى انتكاسة عربية متزايدة في الفترات الصادقة للكثير من الشعوب العربية طيب دكتور حمد يمكن الكلام ده هيخلينا نستدعي سؤال آخر مصر بالفعل هي أكبر وأقوى جيش موجود في المنطقة العربية الشرق الأوسط القرى الإفريقية دول العالم الإسلامي وباعتبر أن احنا أصبح في عندنا دائرة حيوية جديدة ظهرت يمكن مع تولي فخامة الرئيس الحكم في مصر وهي دائرة شرق المتوسط فاحنا بنتكلم على أقوى جيش موجود في أكتر من مستوى في أكتر من دائرة حيوية وبالرغم من ذلك ثابت مصري واضح وأكيد وأصيل هو عدم استخدام الحلول العسكرية على الإطلاق والذهاب نحو الحلول السياسية ليه دولة بتمتلك جيش بهذه القوة تذهب دائما إلى المقاربات السياسية ده معناه إيه؟ معناه أن هي دولة متركة لحجم المخاطر وحجم وقوة الدولة المصرية الدولة القوية هي ما تنتهج دائما وأبدا الحلول السلمية السياسية القائمة على التوافق وفي إطار البحث عن حلول سياسية شاملة للقضية أثبتت وبالتجارب ومن خلال التصرحات الوزير الخارجية المصري اليوم اللي أكد أنه لا حل عسكري للأزمة السورية وفي إطار أن مصر ومن خلال قيادتها السياسية ممثلة الرئيس السيسي تبحث عن شرق أوسط جديد قائم على عدم وجود سراعات شرق أوسط متزن شرق أوسط يعني تسعى في إطار الدولة المصرية إلى تحقيق الكثير من المنفعة المتبادلة والشراقة الاستراتيجية القائمة على مبدأ رابح رابح والعمل على إيجاد حلول سياسية سلمية للقضايا العربية باعتبار أن مصر إذا تم جرها وهناك كانت هناك محاولات لجر الدولة المصرية من كثير من القوى الدولية والإقليمية للتدخل في السودان ولكن مصر دائما وأبدا ما تنتهج السياسة المستزنة والشاهدنة وبشكل دقيق كيف تعاملت القيادة السياسية المصرية بحرص شديد في التعامل مع عزمة الجنود المصريين في إجلاء رعاياها في التعامل مع مقتل الملحق الإداري في السودان ونجحت مصر في أن تستعيد دورها بشكل كبير في إطار حرصها على لعب دور متوازن في كافة القضايا العربية والإقليمية وهذا يدل على أن القوي هو من يتمسك بالسلام من يتمسك بتصفير المشاكل من يسعى إلى إيجاد شرق أوسط بدون سراعات هي سياسة متزنة للقيادة السياسية المصرية ولفقامة الرئيس السيتي تم إرسائها منذ العام 2014 وتسير عليها الدولة المصرية وهو ما نجحت في الدولة المصرية في أن يكون هناك تجازب كبير من قبل القوى الإقليمية لإقامة وعودة علاقتها مع الدولة المصرية مرة أخرى وده يدل على نجاح السياسة الخارجية المصرية في كذب هذه المعارك ولكن دي الدبلوماسية الرئاسية المتزنة والحكيمة والرشيدة طيب يعني برضو الكلام بصراحة مع حضرك الدكتور ميتشبعش منه فهستأذن أتقل بسؤال ثالث وهو أن مصر كانت الدولة الأولى والأكثر إصرارا على مسعى سياسي لحل الأزمة في سوريا إلى أي مدى نقدر نقدر حتى تقدير موضوعي جدا يعني ووقعي جدا لفاعلية وقوة دور القاهرة في وصول أو عودة سوريا مرة تانية للجامعة مصر لم تطرق اجتماع عربي أو إقليمي إلا وكانت داعمة للدولة السورية إلا وكانت داعمة لحقوق الشعب السوري لأن الدولة المصرية أدرقت وبشكل كبير وبالأخص بعد دبلوماسية الزلزال التي وقعت في 6 فبراير الماضي وأسقطت الكثير من الضحايا وأصبح البعد الإنساني قوي جدا على نفوس كل العرب لأنها لم تحتمل الدولة المصرية وقيادتها السياسية والشعب السوري يئن وبالتالي كان لابد من أن تتدخل لرفع المعاناة عن الشعب السوري شاركت مصر في اجتماعات جدة وشاركت أيضا في اجتماعات عمان وأيضا لقاءات سمائية وانتقل وزير الخارجية المصري إلى قلب سوريا وأيضا انتقلت المساعدات المصرية إلى شمال شرق سوريا كأول دولة تصل مساعدتها إلى هذه المناطب دون أن يكون هناك خوف من القيادة السياسية على حتى من يذهب هذه المساعدات وهي دلالة على أن العروبة والشغطية المصرية تظهر وقت الشدائد لدعم الأمة العربية ولدعم القضايا العربية ولن يتوقف يا أستاذ يوسف دور الدولة المصرية على عودة سوريا فقط للجامعة العربية ولكن أمامنا مشوار طويل وهو ما أشار إليه فخامة الأمين العام للجامعة العربية اليوم من أن هذه هي البداية فقط ولكن هناك قضايا ملحة سوريا تحتاج إلى دعم سياسي تحتاج إلى دعم اقتصادي تحتاج إلى دعم أمن استغباراتي حقيقي وستعتمد أيضا على الدولة المصرية في إعادة الإعمار ومع الدول العربية في إطار أن مصر لعبت دورا محوريا وكانت همزة الوصل دائما وأبدا بين النظام في سوريا وما بين الكثير من الدول العربية لإذابة الجليد والعمل على ترطيب وتلطيف الأجواء من خلال اتخاذ هذا القرار الذي هو يعد انتصار للدبلوماتية المصرية وانتصار للدبلوماتية العربية التي تفوقت في هذه القضية على الدبلوماتية الدولية التي دائما ما تنتهي في سياسات معرقلة للقضايا العربية ولا تستطيع أي دولة أوروبية أو دولية أن تنتب عودة سوريا إليها بعد هذا التوافق العربي الكبير الذي تحقق اليوم أنا هتقل في سؤال رابع طيب دلوقتي من الواضح أمام الكل سؤال إذا كان المجتمع الدولي أو الشارع السياسي العربي ومحترفي العمل السياسي في المنطقة العربية أن مصر خدت خط ومصار في تصفير مشاكل المنطقة العربية والقوة ما بينها وبين بعضها البعض وما بينها وما بين القوة الإقليمية المحيطة بنا وصلنا إلى مسألة تصفير مشاكل حقيقية وده واضح جدا والآن تعود سوريا إلى الحاضنة العربية مرة تانية ممثلة في الجامعة العربية هل هذه العودة تساعد بشكل أو بآخر في حلحلة أو المساعدة في إيجاد حلول حقيقية للقضية الفلسطينية على سبيل المثال بعد استقرار سياسي سوري نوعي وبعد العودة إلى الجامعة سؤال مهم جدا ومزاكي جدا من حضرتك لأن ضمن سوريا إلى حضنها العربي وعودتها إلى حضناتها العربية سيجعل الجسد العربي أكثر تماسق وأكثر قوة في ظل أن مصر يا أستاذ يوسف نجحت في تتشين آلية التشاور السياسي والآلية السلسية المصرية الأردنية العراقية والضلع الرابع في هذه المنظومة هو الضلع السوري وبالتالي يكتمل أربع أضلاع لمثلث يكون هو نوال شرق أوسط جديد في ظل أن هناك رؤية حقيقية للدولة المصرية في دعم سوريا عسكريا سياسيا لتنفيذ قرار مجلس الآمن رقم 2254 ووضع دستور جديد للدولة السورية في إطار عودة اللاجئين والنازعين السوريين إلى وطنهم الأم وفي إطار دعمهم أيضا فيما يخص مجال مكافحة الإرهاب في نقطة وشريط حدودي مع الشقيقة العراق التي استقرت الأوضاع فيها أيضا نتيجة جهود دعوبة وحسيثة قامت بها الدولة المصرية انتقلت مصر الآن لدعم سوريا وفي إطار دعم سوريا الإرهاب عبر للحدود يحتاج إلى المعلومة وكما يعلم القاسي والجاني قوة المخابرات المصرية وقوة أجهزة الدولة المصرية التي ستكون دعمة للشقيقة سوريا في سبيل القضاء على إتجار المخابرات التي مثلت يعني غصة في سبيل عودة العلاقات السورية العربية بشكل كبير وبالتالي القضاء على التنظيمات الإرهابية والتجارة غير المشروعة سيقول هو نواحة قيقية لإذابة الجليد وعودة صفو العلاقات السورية العربية بشكل كبير وبالتالي مصر تلعب دور محواري أيضا لدعم القضية الفلسطينية التي هي جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وتنظر إليها الدولة المصرية باعتبارها هي قضية مصرية بامتياز فظل أننا نشهد من أوائل هذا العام أن القضية الفلسطينية أخذت منحة أكثر صعوبة وأكثر وقوع خسائر في الشعب الفلسطيني وضحايا قصر وبالتالي تلجأ الدولة المصرية في إطار سعيها من إطار تشكيل تحالف عربي حقيقي تسعى من خلاله العمل على الضغط على إسرائيل لأنه من الممكن جدا الضغط على إسرائيل بإراضة عربية بعيدا للمجتمع الدولي لأن ما حدث اليوم من الممكن جدا أن يكون ينطبق على القضية الفلسطينية ويتم العودة مرة أخرى لمائدة المفاوضات المتوقفة مع الجانب الإسرائيلي منذ العام 2014 في إطار الممصر على عاثقها دائما وأبدا القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية الأم والقضية المركزية للأمة العربية أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور إلى أن نلتقي قريبا يا رب إن شاء الله كل شكر دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات السياسية والدولية